فوق الأرض المحررة في قرية بلعين وعلى بعد أمتار من مستوطنة كرياتسيفر التي تمتد أفقيا وعموديا وجدت فكرة المزرعة البيئية أو العضوية طريقها نحو الحفاظ على الأرض والابتعاد عن المنتجات الزراعية التي تعتمد على المبيدات الحشرية فهنا لا تجد إلا السماد العضوي الطبيعي لإنتاج محاصيل زراعية لا تعتمد على ذرة واحدة من السماد الكيميائي أو حتى مبيدات حشرية فالهدف هنا يتلخص بالحفاظ على الأرض وتشجيع الزراعة العضوية ومقاطعة بضائع إسرائيل ضربنا ثلاثة صفير بحجر أنه أنت بنحصل عادي على مواد خالية من المبيدات والكيمويات فأكل نظيف أنت موجود على الأرض وكمان أنت قاعد بتقدم مش بديل هو أنت قاعد بتنافس المنتج الإسرائيلي اللي بنعمل أنه شوي شوي ينسحب من الأسواق وبهذه الطريقة أنت بتقاوم اقتصاديا وسياسيا وعلى الأرض فكرة المشروع بدأت عليها دي شاب من قطاع غزة كان قدم إلى الضفة الغربية بعدما تدرب على الزراعة العضوية في الولايات المتحدة ونجح برفقة شريكه مهاب العالمي على إنشاء المزرعة التي أسموها أم سليمان نسبة إلى نوع من الحشرات الصغيرة التي تنتشر في الطبيعة فالمزرعة الآن تدار على يدي متطوعين فلسطينيين وحتى أجانب أم سليمانة لكل يعرفها هي الحشرة التي عليها نقاط سود وهذه الحشرة هي نحاول أن نذبها للمزرعة أكثر لأنها بتحارب بعض الآفات الزراعية وبعض الديدان ومن هنا فكرة الزراعة البيئية أنك أنت بتحارب الآفات بأدوات طبيعية يعني بتجيب حشرات نافعة بتأكل الحشرات الضرة بتزرع حشائش مفيدة عساس تغطي على الحشائش الضرة ومن هنا هي فكرة الزراعة البيئية أن نستخدم كل الموارد الموجودة محليا من نفس المزرعة وبدون أي مبيدات أو أي مواد كيموية ومن الخضروات التي تنتجها هذه المزرعة إلى إنتاج العسل أيضا فإن الطموح أن تكبر هذه المزرعة وتصبح نموذجا يحتذا به وتشجع الفلسطينيين بالعودة إلى الزراعة بعدما هجروها ولجأوا للعمل داخل المستوطنات الإسرائيلية فأضحوا مستهلكين لمنتجين أضحت الزراعة العضوية أو حتى البيئية مفتقدة مع تحول المجتمع الفلسطيني من منتج للزراعة إلى مستهلك خلال السنوات الأخيرة بعض الأفكار تدعو للتخلي عن استخدام المبيدات الكيميائية في الزراعة ليس لأسباب صحية وبيئية فحسب وإنما من نظرة تحررية لشعب يتحكم الاحتلال في طعامه وشرابه وهوائه وأرضه من قرية بلعين ضياح شيال غد رام الله ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر